بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم أعزائي المتعلمين مجددا مع حل التمرين الثاني لاختبار الفصل الأول في مادة العلوم الفيزيائية للسنة الثالثة متوسط الآن التمرين الثاني يقول مثل السلسلة الوظيفية والطاقوية للرسم المقابل لاحظ جيدا هذا الرسم المقابل هو عبارة عن وثيقة تبين ماذا تركيبة وظيفية لاحظ جيدا عند تحليل لهذه الوثيقة أجد أن هذه الدراجة هناك مدخرة وراءها مربوطة بمحرك كهربائي هذا المحرك الكهربائي مربوط بمسنن العجلة هذا المسنن يدير العجلة فتدور العجلة وتحرك هذه الدراجة إذن لاحظ جيدا من أجل تمثيل السلسلة الوظيفية لقد ساعدني بذكر الجمل الموجودة في هذا التركيبة الوظيفية قلنا السلسلة الوظيفية من أجل المراجعة هي تمثيل للتركيبة الوظيفية بحيث لا أرسم أشكال الجمل وإنما أمثلها داخل فقاعات كل فقاعة تحتوي على ماذا الجملة تحت الفقاعة أكتب فعل الحالة لهذه الجملة وفوق السهم فعل أدائها كيف تؤثر على الجملة الموالية إذن لو ألاحظ هذا المدخرة فعل حالتها أنها تتفرغ المدخرة إذن تتفرغ أما فعل الأداء فهي تغذي هذا المحرك الكهربائي والمحرك الكهربائي يدور كفعل الحالة أما فعل أدائه فهو يدير العجلة التي بدورها تدور العجلة فتدفع الدراجة والدراجة تتقدم أو تتحرك إذن هذا هو السلسلة الوظيفية لهذه التركيبة وتقرأ أن المدخرة تتفرغ فتغذي المحرك الكهربائي الذي يدور ويدير العجلة التي بدورها تدور فتدفع الدراجة فتتقدم الآن السلسلة الطاقوية قلنا في السلسلة الطاقوية أوضح أنماط تخزين الطاقة لكل جملة ونمط تحويل هذه الطاقة لو أركز مع المدخرة إذن نمط تخزين الطاقة في المدخرة هي طاقة داخلية أما نمط تحويل هذه الطاقة فهو تحويل كهربائي المحرك المحرك الكهربائي يخزن طاقة حركية بينما تحويله لهذه الطاقة فإنه تحويل ميكانيكي لأنه يدير هذه العجلة أيضا العجلة فهي تخزن طاقة حركية وتحويلها لهذه الطاقة بتحويل ميكانيكي الدراجة أيضا تخزن طاقة حركية وبهذا أكون قد مثلت السلسلة الطاقوية بذكري لي أنماط تخزين الطاقة لكل جملة وأنماط تحويل الطاقة لهذه الجمل بهذا أكون قد أتممت حل التمرين الثاني إذا تابعوني في المقطع الموالي من أجل حل الوضعي الإدماجية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر